طيب أهلا وسهلا بحضراتكم يا رب تكونوا بخير وإن كان أهلينا في فلسطين مش بخير على الإطلاق مش هقولك حتى كلمة أو مصطلح التصعيد الصهيوني أو الناس اللي بتحب تقول إسرائيل في رفح لا المسألة تخطط مرحلة التصعيد بكتير المسألة دخلت في شكل من أشكال الجنون على إطلاق المعنى الجنون على إطلاق المعنى إحنا بنتكلم على واحد مختل زي بن يمين نتانياهو واحد أكثر اختلالا زي سموترتش واحد أكثر جنونا زي بن غفير إلى آخر وإحنا هنا بنتكلم على حكومة بكاملها خد بالك بقى علشان ما تعودش تصنف وتقول أصلي فيه ثلاثة متطرفين لا هي الحكومة دي كلها حكومة متطرفة حكومة متشددة حكومة من القتلة حكومة من المجرمين ناهينا عن إنه أصلا شعب مجرم شعب مجرم ولازم تبقى فاهم التاريخ كويس علشان تبقى عارف إحنا بنتعامل مع مين وعشان تبقى عارف هي مصر وقفة كل ده ليه يعني مصر بقالها تقريبا أنا من أنصار إنه إحنا بقالنا مئة سنة على هذا الصراع هذا الصراع لم يبدأ في 48 لازم تقعد تفكر في هذا الخلل وتعالي نخدها واحدة واحدة وفي نفس الوقت برضو تشوف أن هناك خلل حقيقي في تعامل المجتمع الدولي من البداية عايز تحسب من محاولات السيطرة لهذه الأسر والعائلات الثرية الصهيونية في القرن الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر على اقتصادات أوروبا أنا معاك وسيطرتهم على اقتصادات أوروبا حتى صارت المجتمعات الأوروبية أو حكامها وقتها حكومتها أزلاء أمام هؤلاء المجرمين وصولا لمؤتمر بازل اللي اتعمل في السويسرا وصولا فيما بعد ذلك لما أطلق عليه وعد بلفر الشهير طب تعال نرجع وعد بلفر الشهير عشان تشوف العلاقة ما بين هؤلاء المختلين المجنين المجرمين الصهيونية وما بين من ساعدهم في المجتمع الدولي وعد بلفر عبارة عن جواب صغير لا يتعدى سبعة أو ثمانية أسطر الأصل فيه إيه بقى؟ إنه حكومة الملك أو المملكة المتحدة وقتها ووزير خارجيتها بلفر هو اللي بيقول لروتشيلد إنه سمحنا لكم الملك سمح لهم بإقامة وطن في فلسطين ما قالش مثلا الوطن على أن لا يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بمصالح العرب والسكان الأصليين ده نص الوعد بالمناسبة أو نص الخطاب ولا بالتواقف والمداهب الدينية الأخرى ده معناه إنه حتى الإنجليز لما طلعوا هذا الجواب الملوس الحقيقة يعني وهو ملوس فعلا كان فيه عندهم شرط بيقول إيه؟ تقوموا بوطن تعملوا هناك وطن وليست كل فلسطين وطنا لهذه الطغمة البائسة اتنين مشروط يعني تروح تستوطن ماشي لكن ما تضايقش ولا العرب السكان الأصليين ولا تضايق الطوايف والأديان اللي موجودة هناك طيب هل لما بدأ تشكيل العصابات خد بالك بقى العصابات الصهيونية زي شتيرن، زي هاجنة، زي كان عندنا إيه تاني؟ عندنا شتيرن و هاجنة وعندنا أراجون على سبيل المثال هل لما حصل، وأنسل، هدي أربع عصابات أهو وغيرهم في عصابات كانت أزهر هل لما تم تشكيل هذه العصابات التي تحركت في الأراضي الفلسطينية قتلا وزبحا هل الإنجليز وقفوهم؟ لا يبقى هنا مسألة التواطق من البداية يعني أنت طلعت جواب مشروط ولما تم خرق هذه الشروط محدش وقفهم ده الإنجليز طيب نستمر في هذا الشكل فتجد أنه بيتعمل القرار كان بتاع التأسيم سنة 47 بتاع الأمم المتحدة ولعلنا تانياه هذا العربيد في الأراضي الفلسطينية والناس بعربيد ليست شتيمة وليست سبة هذا توصيف لفعل لأنه ما يفعله نتانياه وهو عربدة حقيقية على الأراضي الفلسطينية خد بالك يتعمل قرار التأسيم وبعدين الترفين سواء إذا كنا إحنا كعرب أو هم كصهينة رفضوا هذه القرارات ثم كانت الحرب في 48 واستمرت المدابح حتى ما تم في يوم كئيب مظلم إعلان الدولة طيب كل دا إحنا بنتكلم على مجموعة من الجرائم القتل والزبح وبقر بطون الحوامل لازم نبقى فاكرين إنه دا حصل لمن يتحدثونا عن السلام أي سلام هتيجي تقولي كان هذا ماضي فلنترك الماضي ولنتحدث عن الحاضر أنا مقدرش أفصل للحاضر عن الماضي لأنه دي جزور هذا البني آدم بني آدم هو ليس بالبني آدم على الإطلاق هذا المخلوق بنيمين نتانياو الحقيقة هو ابن لذلك التاريخ هو ابن لهذه العقلية أنت بتتكلم على مجموعة هم فعلا كانوا أسوأ وأشرص وأحقر وأحط فئة خدت القرار الهجرة من أوروبا وصولا إلى أراضينا العربية فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط في حدود متاخمة لمصر والأردن واللبنان وسوريا أنت بتتكلم على مجموعة المجرمين المرضى النفسيين أجداده آباءه وأمهاته هذا الرجل نتانياو هذا الشخص سموتريتش هذا الشخص بنغفير كل هذه الحكومة بل كل هذا المجتمع لما تيجي تشوف كم المدابح اللي بيتعمل النهاردة أو بيتعمل من يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي أنا بقولك لو سمحت ما تبصش على المشهد كده بس بص على المشهد قبلها بسنة ونص لا بص على المشهد بشكل تاريخي أنهي قيمة إنسانية تسمح أنهي قيمة إنسانية تسمح بأنه يتم ذبح الناس علنا ذبح علنا أمام العالم كله ولا أحد يتحرك الكل يكتفي بالشجب والتنديد ناس فرحانة بالتصريحات بتاعة بارل بس بارل في النهاية بيقول إيه بارل في النهاية بيقول حاجتين حاجة النهاردة إنبارح قال يخلي بالكو يخلي بالكو الدخول في مواجهة وصدام مع مصر خطر شديد خطر طبعا على المنطقة الدين مما لا شك فيه بس أنا بقولك أهو ولعل الرسالة هتصل لهذا الرجل بن يمين نتانياو وهذا المخلوق البائس بن يمين نتانياو الصدام مع مصر خطورة داهمة عليكم